بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبناء وبنات تلاميذ الصف الرابع الاتداء في حل اختبارات سلاح التلميذ على المفهوم الثاني عن الوقود بجعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ مع بعض أسأل أول ضع علامة صحة أو خطأ أمام العبارات الآتية واحد يعتبر أنه من مصادر الطاقة التي يمكن تعويض ما يستهلك منها في وقت قصير هذه العبارة صحيحة رقم اثنين من أنواع الوقود الحيوي النفط النفط ليس من أنواع الوقود الحيوي بل إنه من الوقود الحفري رقم ثلاثة ترشيد استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير الوقود الحفري هذه العبارة صحيحة رقم أربعة الاحتباس الحراري يتسبب في تآكل المباني وتغير حمضية التربة هذه العبارة خاطئة وليس الاحتباس الحراري ولكنها الأمطار الحمضية رقم بي يعتبر كل من الفحم والرياح الفحم وإيه؟ والرياح من مصادر الطاقة أيهما أقل ضررا للبيئة؟ طاقة الرياح أقل ضررا للبيئة رقم اثنين واحد أو ألف اختر الإجابة الصحيحة مما يالي واحد يختلف النفط عن الفحم في أنه النفط بيختلف عن الفحم في إيه؟ الفحم حفري لكن النفط حيوي النفط مصدر طاقة متجدد لكن الفحم مصدر طاقة غير متجدد النفط يستخدمها الإنسان لكن الفحم غير مستخدم أصل تكوين النفط هو كائنات بحرية لكن الفحم بقايا نباتات هي دي اللي إيه؟ المقطة الاختلافة رقم اثنين إذا أردنا توفير الوقود الحفري يمكننا إذا إحنا عايزين نوفر الوقود الحفري نعمل إيه؟ استبدال السيارة بالدراجات إن أمكن طبعا هذه دي الأولى دي على طول استبدال إيه؟ السيارة بالدراجات رقم ثلاثة من أسباب تحرك وسائل النقل على الطريق هو إمدادها بيه؟ إمدادها طبعا بالوقود ننتقل إلى السؤال رقم باق السؤال باق صنف مصادر الطاقة التالية إلى مصادر طاقة متجددة ومصادر طاقة غير متجددة أولا مصادر الطاقة المتجددة بيقول لي فحم خشب الشمس البنزين المتجددة اللي هو مين؟ اللي هو الخشب والشمس دولة كده اسمهم إيه؟ متجددة أما الفح والبنزين دولة مصادر طاقة غير إيه؟ غير متجددة السؤال رقم ثلاثة ألف أكمل الجمل التالية واحد يستخدم الوقود نقط في معظم محطات الطاقة لإنتاج الكهرباء طبعا معروفة الوقود إيه؟ الوقود الحفري اللي هو مين؟ النفط والغاز الطبيعي والفحم اتنين ينتج عن زيادة غاز ثانيوكسيد الكربون في الجو نقط ونقط الاحتباس الحرارة والأمطار الحمضية رقم ثلاثة يتسبب الضباب الدخان في نقط تهيج الرأتين والعينين أسأل رقم باق صل من العمود باق ما يناسب ما في العمود ألف هنا هو الفحم النباتي أقول له إيه؟ وقود حيوي الفحم النباتي مش الفحم لو قال للفحم ده وقود حفري على طول لكن لو قال للفحم النباتي ده وقود حيوي النفط ده وقود إيه؟ وقود حفري بكده حبايبي ننتهي من حل الاختبار الأول على المفهوم الثاني من كتاب سراح التلميذ صفحة 79 بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لتحسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر